نسبة معلول وبديل عالي معلول ماذا عن موقف فتوح؟ هل فتوح مكمل معنات زمالك هجدد عقده ولا في مشكلة تقريب تجديد عقده عقد بفتوح عشان بس أذكر السادة مشاهدين ينتهي بنهاية الموسم الجديد الموسم اللي هيبدأ ده هو الحاجة الوحيدة الممسوقة في إيد في الزمالك إن أحمد فتوح من سنة لما الزمالك اتكلم معاه في موضوع الاحتراف وكان فيه اهتمام من آيكس وكان فيه كلام كبير إن فيه حد يتابعه وبين فيكا البرتغالي أحمد فتوح كان رأيه إن أنا هحترف في نادي كبير في الدوريات الخامسة الكبرى أو أنا مكمل في الزمالك في مصر فدي النقطة الوحيدة اللي ركن عليها قدرت الزمالك من الآخر إن فتوح من الآخر مخلص مواضيعه من زمان إن هو لو مش هيحترف في دور كبير أو في نادي كبير أوروبيا هو مش عايز يحترف حابب العيشة في مصر من الآخر حابب يفضل مكمل مع الزمالك الموضوع ما اتطورش للرسمي ما أنا بقولك الخوف وقتها في الزمالك اللي هم شايفوا لو آيكس هيتحرك على الأرض رسمي كان وقتها الكلام مع فتوح فيه تصارع شوها في موضوع تقديد العقد لما لقوا الموضوع ما فيهوش تقديم عرض رسمي والاهتمام كله من خلال الوكلاء فشافوا فتوح اللهم أنا لو ما جاليش حاجة زي آيكس فهمهم الطمانين لو هوا مش هيروح لنادي أوروبيا كبير فهو أعاد في مصر وعاد في الزمالك أعاد في الزمالك أعاد في الزمالك أعاد في الزمالك في الزمالك كابتن طريق السيد اللي كان نضيف حضرتك في الفقرة الأولى تواصل مع فتوح من فترة قريبة أنا عندي معلومة بكده أنا كابتن طريق كان السبب الرئيسي في وجود فتوح يعني في الزمالك فتوح سألوا صريحة على الأهلي وكان رد فتوح عليه لأ مفيش الكلام ده أنا لو فيه حاجة هتلاقيني بشورك وأغد رأيك فبالتالي فتوح قراره الأول والأخير هو الاستمرار في الزمالك عشان كابتن طريق لا عشان هو إمام عشو كلم كابتن طريق قال له أنا ها هلجع الزمالك لأ إمام عشور لأخر لحظة كان بيكلم الناس كلها لا أنا عايز أرجع الزمالك أنا عايز أبقى موجود في الزمالك مش بيكلم كابتن طريق بس ولكن فتوح اختيار الأول والأخير نت زمالك دي ما فقاش مقايدات يا كريم فتوح محتاج عرض مالي أعلم الفئة الأولى حاجة بسيطة يعني بتتكلم ما بين 15 و20 هو بقى فئة أولى أصلا في الزمالك بحتاج ترتيبه في شرط القناة إن الزمالك يبقى في الترتيب الطبيعي إنه هو خلاص عبد الشافي بيعتزل شيكابالا موجود فبالتالي فتوح يبقى موجود في الثلاثة الأوائل يعني فطلباته طبيعية بالنسبة للزمالك لما هتشوف إدارة في الزمالك مستقرة هتشوف تجديد فتوح طيب هو تجديد فتوح زي الفل طيب هو دلوقتي لو المبلغ اللي اتعرض عليه من المسؤولين نادي الزمالك ما عجبوش هيعمل ايه يروحي النادي الأهلي ما أعتقدش بس المعلومة اللي عندي إن أحمد فتوح أحابي معلومات أحمد فتوح حابي بيكمل في الزمالك ومش ناسي موقف جمهور نادي الزمالك لما طلع التهمات بتناول بعض المعادة المخدرة والكلام ده كله فهو مش ناسي الموقف ده قال لك بجمهور وفي جمبي ودعمني وانا هفضل في دهر الجمهور ده وأفضل مسأل الزمالك لو تعرض عليه دلوقتي خمسشر مليون جنيه وهو أعاز 22 مليون جنيه زي يزيزو هيروح فين والأهلي هيدفع 22 مليون لا ما الأهلي هيدفع 22 مليون خبلك الاهلي بيدفع دايما مرتبات لتوحى أقل من الزمالي بس المرتب في الاهلي انه المكسيوب في الآله خمسشار مليون لو تعرض في الآله خمسطاشر وتعرض في الآله إتنين وعشرين فاتوح لز small لو تعرض اتعرض في الآله إتنين وعشرين فاتوح هيمضي في الز small بس سأرها بقول لك ان الاحلي مرتباته أقل بس المكافآت أعلى بكتير